السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة جديدة وهي الحلقة الأولى فيما أتمنى أن يكون مسلسل طويل إن شاء الله سواء المسلسل نفسه أو المسلسل بتاع الحلقات اللي احنا بنعملها عنه النهاردة النهاردة ليلة فرح والعريس بيتجاوز النهاردة مناسبة مهمة جدا يا جماعة النهاردة الحلقة الأولى من مسلسل House of the Dragon أو بالتحديد الحلقة الأول من الموسم الأول بنفترض دوت من مسلسل House of the Dragon الحاجة اللي احنا عادنا فترة طويلة قوي بعد نهاية Game of Thrones بنتخيل إذا كانت حتحصل ولا مش حتحصل ونسمع أخبار ونسمع تقارير ونسمع عن مسلسل وبعد كده المسلسل دوت يبقى له ممثلين ويبقى له مخرجين ويبقى له صناع وبعدين يتلغي وبعدين نخش في مسلسل تاني لغاية لما الدوامة دا تستقرت على على تاريخ عائلة التارجيرين ومشينا الطريق برضو لغاية أول تريلر وتاني تريلر ودلوقتي الحلقة الأولى بتعرض فهي مناسبة مرتقبة بكل تأكيد وأنا احترت إزاي نعمل التغطية بتاعتها ولقيت أن بما أن المسلسل دا أو البريكول دا بيخلص لتقاليد Game of Thrones في حاجات كتير وده من الأمور اللي هنتكلم فيها النهاردة أنا كمان أخلص لتقاليد Game of Thrones معايا في الحلقات الأخيرة اللي إحنا غطناها غطناها بالطريق دا واتحلقات مرسلة كلام يشبه البودكاست أكتر منه أي حاجة تانية نتكلم فيها عن كل حلقة عن انطبعاتنا عن توقعاتنا عن إدايتنا للأحداث والكلام دا كله فكرت شوية في الفورمات اللي كنا عملناها في بتاعت الصور بس أتصور أن مش هتكون متسامحة أبدا في حاجة زي كده فزي ما قلت كده نرجع لبيتنا ونرجع لطريقتنا ويعني أنا أعتقد أن الناس عجبها اللي إحنا عملناه في Game of Thrones وأتمنى أن اللي إحنا بنعمله مع كمان يعجبهم طريقة التغطية بتاعتنا زي ما قلنا هتبقى حلقات نقاش مرسل كده في نقط قدامي بس عشان ما نساشه وما توهش قوي لكن ما فيش سكريبت وما فيش وما فيش كلام زي ده حيبقى فيه غلطات وحيبقى فيه تهتها وحيبقى فيه بلاوي في الموضوع يعني هنتكلم بحرية حرق في كل الحلقات علشان كده حتلاقوا حلقتنا يعني مش شرط كل مرة تطلعوا متأخر قوي زي النهاردة في نهاية اليوم بتاع الحلقة ولكن مش هتبقى بعد الحلقة على طول علشان دي فرصة للناس تتفرج وبعدين نتكلم بحرية حرق عن الموضوع ده اللي الحلقات بتاعتنا حتكونه مهم برضو نحنا نوضح الحلقات بتاعتنا مش هتكون ايه الحلقات بتاعتنا مش هتكون حلقات نظريات مش هتكون حلقات قصص من حد عارف ايه الاحداث اللي هتحصل بعد كده يعني بالتحديد اكتر انا ما اردتش الروايات ومعرفش حاجة عن الاحداث قوي ومش من مهاويس عالم جيموف ترونز ولو اقوى ان كنت من كبار محبي او على الاقل احب اوصف نفسي بذلك حلقاتنا مش بتاعت افورة مش بتاعت تطبيل مش بتاعت منافسة حماس اه يعني لو كان الحماس والزعيق والمسك الدماغ والحاجات داية هي عصام الشوالي فهتقدروا تعتبرونا المعلق الانجليزي بتاع مطشط الدوري الانجليزي مضوع كده على الهادي نركز في اللي احنا عاوزين نقوله لان انا بالنسبة لي اي مسلسل في الدنيا واي فيلم في الدنيا هو عمل فني ليه نقطة بداية وليه نقطة نهاية وليه لحظات افضل من لحظات وفيه مميزات كتير وفيه تحفظات كتير ولو اللي انا بتفرج عليه زقني في سكة الحماس المبالغ فيه لن اتحفظ وحاخد راحتي اوي في الاحساس بتاعي او في عكس احساسي عن الحلقة اللي انا بتفرج عليها حلقة النهاردة الحلقة الاولى من الموسم الاول مناسبة كبيرة جماعة مناسبة ممكن بعد شهور وشهور نرجع نبص لها ونقول احنا كنا محظوظين ان احنا عايشنا اللحظة دي وممكن بعد اسابيع نلاقي ان الموضوع قلب كلاوني اوي اه انا مش مستبعد الاحتماليين على فكرة يعني انا فهم كويس اوي ان المسلسل الاول مسلسل جيموف ترونز اكتسب الشعبية الكبرى والجودة الكبرى بالمقارنة مع لحظاته الاضعف بالاقتران مع تدخل جورج ار ار مارتن في العملية يعني طول ما هو موجود احنا متطمانين طول ما هو مش موجودين ولما ببقاش موجود خيشنا انا مش مناصر اوي للنظرية دي يعني انا معرفش مش متأكد لذلك وجود جورج ار ار مارتن في المسلسل ده ممكن يكون من عوامل الطمقنينة ولكن ما هواش كارتة اخضر كده ما هواش حاجة على بياض اللي هو هشتري عمياني وبتاعه احنا لسه هنشوف ولسه هنتعرف مع بعض على الامور اللي زي دي فالاحتمالات كلها قائمة والحلقة الاولى اللي كانت بعنوان the ears of the dragon ورثة التنين دفعتني في نفس طريقة التفكير دي ان المسلسل ده ممكن مع توالي الحلقات يحقق عاوز اقول ما حققه bitter cool soul لان هي دي الحلقة اللي قدامنا اعظم مسلسلين في التاريخ لما جم يمدوا في العوالم بتاعتهم ذهبوا سريعا لل ده اللي حصل ما بين breaking bad وبتر cool soul وده اللي حصل مع game of thrones وهوس of the dragon وبتر cool soul نجاح صاحق بكل تأكيد رغمني لسه ما شفتش الموسم السادس وعايز اشوفه لكن انا شفت لغاية نهاية الموسم الخامس وكنت من اول المتبنيين لجودة bitter cool soul وده اللي المسلسل ده بيحاول يوصله انه هو يبقى ال prequel اللي بيبدأ بشكل عاوز اقول انه هو قسم القراء شوية مش متأكد قوي لاني برضو ما اطلعتش على قراء كتير بس ما شفتش اجماع بشكل قاسي قوي او بشكل واضح قوي لذلك اه bitter cool soul لما بدأ كان كده جماع ما كناش عارفين ايه الموضوع ما كناش فاهمين ايه حكاية اخوه وبتاع فالبداية مش انعكاس للدنيا حتستمر على ايه سواء الاستقبال بتاع المجاهد او استقبال حضراتكم كان ايجابي او سلبي ما هيش مؤشر قوي ولكن بتجينا شوية حاجات نقرأ على اساسها ونتحرك على اساسها البداية بتاعتنا مش عايزة سميها بايلت عايزة سميها حلقة اول لان بيبقى عنده تحديات اكتر من كده بيكون بيحاول يحقق اهداف اكتر من كده من الحاجات اللي انا مش عاوز انجارف فيها وانا بتكلم عن هو المقارنة المستمرة بجيم اوف ترونز واتمنى ان المسلسل يساعدنا في ده ان مع توالي الاحداث يبتدي يبقى له طابع خاص وهو بالفعل قدم بعض الاشارات لطابعه الخاص لطابعه الخاص مش دايما نرجع نقول هو عمل ده طب اصلا جيم اوف ترونز عمل كذا هو عمل ده بس جيم اوف ترونز عمل كذا وان كان في البداية ده عادل تماما لان برضو تذكير الناس بالارث بتاع جيم اوف ترونز كان من اهداف المسلسل وهقول لكم الفروق ما بين الحاجتين عاملة ازاي المسلسل بتاعنا في الحلقة الاولى احداثه موجودة دفع بعض الاحداث لقدام حرك احداث ما هواش مجرد تقديم او تسليم ما بينه ما بين المشاهد ما شاله هو بيقولك اتفضل واقعد حنشوف بقى بعد كده حنعمل ايه لا فيه احداث حصلت وفيه امور حركة القدام بس مش كتير قوي ودي ممكن تكون سمة مميزة للمسلسل ده ان الاحداث بتاعته او اتساع العالم بتاعه قد لا يكون بحجم جيم اوف ترونز اه وفيه بعض المؤشرات لده اولا ان احداثنا كلها بدور في مكان واحد او على اقل في الحلقة الاولى الحلقة الاولى من جيم اوف ترونز انا رجعت بصيت على بعض تفاصيلها لا كانت متفرعة كان فيها حاجات كتير بتعصل في حياتك كتير اصلا لما كنا بنحاول نفتكر ايه اللي حصل في الحلقات كنا دايما بنخش على صفحة الويكيبيديا بتاعت المسلسل الصفحة الويكيبيديا بتاعت جيم اوف ترونز اللي عارف عن كل حلقة كانت دايما بيقولك في وينترفيل حصل كده وفي معرفش فين حصل كده وفي كينجز لاندين حصل كده المرة دي ما عندناش ده احنا احداثنا محصورة في مكان واحد ادقيت شوية من الانترو بتاعت المسلسل هي بس كده اللوجو بتاع او السيجل بتاع الهاوس وخلصنا على كده كنت عاوز انترو تعلم معانا ويبقى لها شخصية قوي عندنا اكتر من كده ما انبسطتش قوي بالانترو بتاعت المسلسل اتمنى وان كنت استبعد انا اعتقد ان هاي دي الانترو خلاص بتاعت المسلسل بتاعنا المسلسل ده او الحلقة دي بالتحديد كان عليها تحدي كبير قوي 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 في نقطة هو احنا حنبقى مخلصين للجرأة الشديدة بتاعت جيم اوف ترونز في تناول المحتوى العنيف والمحتوى الجنسي ولا لأ واتصور ان الحلقة دي كانت قصدة انها تطم من الناس من ان كل حملات الصوابية السياسية في المحتوى الدرامي والصوابية الاخلاقية والصوابية الاجتماعية والكلام ده بقول لك ما تقلقش انا في عامك وعارف لدرجة ان انا ممكن اقدم حاجات ملاش لازمة اصلا يعني احنا عندنا مشهد جنسي طول اكتر من اللازم زي ما يكون اللي بيشرف على المشهد ده عاوز يقول للناس بص انا مش خايف لدرجة ان انا مش فارق معاي لدرجة ان انا ممكن زمن الحلقة دقيقة او دقيقتين عشان اأكدلك ان انا مش فارق معاي في نفس الوقت عندنا مشهد عنيف جدا بتاع الحرس لما نزل المدينة وابتدع يعاقب في المجرمين ويقتل فيهم ويقطع في ايديهم ويقطع في حاجات تانية وكلام زي ده برضو اتصور ان كان في بعض المبلغة باصد تطمين او طمأنة المشاهد لانه لا انا كل الامور دي لو تتصور انها ممكن تؤثر علي لا مش هتؤثر علي وان كانت هي نفسها اثرت على جيم وفترونز اصلا في مواسمه الاخيرة في مواسمه الاخيرة لما تحفظ شوية وخف الدنيا شوية بالاضافة للاشهارة لعلاقة الاحداث بتاعتنا زمنيا باحداث جيم وفترونز من خلال مشهد التقديم الاولاني اللي كان فلاش باك وفي النهاية في وصايا الملك فيسارس لبنتو رينيرا وهو ممكن في عرف الكاثرين يبقى اهم واحلى مشهد في الحلقة وانا مش مختلف قوي مع ده وان كان عندي بعض اللحظات الاخرى المفضلة فزقينا الاحداث اكدنا علينا طبع خاص اكدنا كذلك ان احنا مخلصين للارث اللي المشاهدين بتوع جيم وفترونز جايين علشانه وعملنا بقى الاهم من كل ده واللي كان ليه الاولوية القصوى عرفنا الناس بالشخصيات عدد الشخصيات بتاعتنا في حدود الحلقة الاولانية مش كتير قوي مش زي برضو ما تم في الحلقة الاولى من جيم وفترونز عدد الشخصيات كان اكبر وزي ما قولنا نطاق الاحداث كان اوسع وناس كتير ابتدت تحاربنا على تتصرع على اهتمامنا بيها وحاجات زي كده المرة دي الاحداث بتاعتنا او الشخصيات بتاعتنا نتج عنها بالنسبالي انا شخصيا عدد من الشخصيات الجذابة قوي وعلى رأسهم في تقديري الشخصي ديمان ترجيرين مات سميث اخو الملك وهو اخ مستهتر عنيف عنده اهدافه لان هو من المفترض ان هو وريث العرش وطبعا الحلقة دي كلها موضوعها الوريث الملك بتاعنا ما عندوش وريث مباشر ولد مراته حامل الحمل بياخد منحنة سيئ جدا الام بتموت بناءا على تفضيل الملك نفسه اللي اختار ان هو يضحي بيها من اجل الجنين والجنين كذلك معش والملك بتاعنا في بعض الاشارات لانه صحيا برضو شكله يمكن ما يطولش معنا اوي ففيه الاء زمني على حتة الوريث دقيقة حتى من المجلس بتاعه لذلك ديمان ترجيرين بيتصدر المشهد على انه خلاص ده كده مكاني وانا كده مضمون وكل حاجة تمام بل وبيقدم على عدد من التصرفات المتهورة اللي فيها مخاطرة كبيرة واللي بيتصيادل فيها الشخصية الشخصية الاخرى الجذابة جدا برضو اوتو هايتاور المسلسل دوت بيلعب في صليح وانا كنت اشرت اه للموضوع دوت في التريلر انه عنده اتنين ممثلين جمدين اوي جمدين اوي مش بس على مستوى القدرات وعلى مستوى الاسم كذلك لان احنا عندنا مات سميث وعندنا ريس افنس لو النهاردة النهاردة مسلسل جيم اوف ترونس بيبدأ ومسلسل كذلك بيبدأ افترضوا معايا هذا العالم وجينا نرس كل الممثلين اللي نعرفهم اول ما نعرفهم مش كذلك من المسلسلين على مستوى الاهمية في نقطة النجومية مات سميث وريس افنس حيبوا قبل اي حد تاني يجي بعدهم شون بين مثلا من جيم اوف ترونس وبقيت الشخصيات دي بالنسبة لها كلنا كأن كلهم كانوا مجهيل مكناش نعرف ظلمين فخلونا فكرين ان المسلسل المرادي معاهم ومثلين معروفين ومشهود لهم بالكفاءة اوتو ها يطور على الجانب الاخر هو الهاند اوف دا كينج ذكي جدا عنده جانب خبيث يمكن الجانب الخبيث بتاع ديمان فيه عنف اكتر فيه اباحية اكتر فيه سفالة اكتر فيه امور زي دي احساسي ما يعفيش اوتو من الصفات دي ولكن على الاقل عنده الهيئة المتحفظة شوية رجل سياسة اكتر منه متهور وعربيد وحاجات زي كده زي ما ظهر على ديمان وده طبعا منعكس او السبب فيه هو انه عنده خبرة سياسية وكذلك عنده اهداف سياسية مش مجرد انه عنده خبرة في الادارة وخلاص في سكة الافضل ده عنده طموح وعنده خطط لا يجوز وصفها بالبراءة الشخصيتين جذبين جدا خصوصا وان الصراع اللي تم تقديمه يبدو ان اطرافه الرئيسيين هم الكنين مع بعض وطبعا شيء وارد جدا ان هو يتغير وينقلب وياخد شكل اخر مع تقدم الاحداث وده فيه امكانية كبيرة وانا واحد مش قاري حاجة عن الاحداث ولكن اه الحلقة الاولانية المرشحين للوراثة فيها هم رينيرا ترجيريان وديمن ترجيريان ورينيرا بتتفوق بناء على المكيدة اللي عملها اوتو في ديمن اه هل معنا كده الموضوع خلص لا لان اوتو دلوقتي بيحاول يدفع بنته في اتجاه انها تاخد مكان الملكة المتوفية ولو ده حصل ممكن رينيرا تشوفه على انه خيانة وفي الحالة ده ديمن ممكن يكون حليف لها مش عدو لها فانا انا انا مش عارف وعجبني ان مع الحلقة الاولى بسم الله الرحمن الرحيم مشينا في حارة صغيرة بعدد شخصيات اه صغيرة وفجأة فتحنا امكانيات كتيرة قوي وبقى عندنا فرص في الحاجات كتيرة قوي تحصل وده في المركز بس بتاع الاحداث احنا على اطراف الاحداث في حاجات كتيرة تانية حصلت اه منها مشهد الفلاش باك مش عايز اقول ان هو من اكتر الحاجات اللي عجبتني لانه ضد تقاليد جيم اوف ترونز شوية ولو انت قصد تتمرد فانا معاك ما عنديش مشكلة بس من اسرار السحر في جيم اوف ترونز انه لما كان بيشير لاحداث تاريخية مهمة كانت بتبقى في شكل رواية على لسان الشخصيات الفلاش باكس لما كانت بتحصل كانت بتحصل بان في شخصية من عندنا بتسافر في الزمن او بتحديد برانو وبتورينا حاجة احنا ما شفناهاش او ما عاشناهاش لكن فكرة انه بقى فيه تعليق صوتي على حدث قديم لا يحضرني انه تم استخدامه كأداة سرد ويحضرني جدا انه لما الشخصيات كانت بتحكي لبعض تاريخ العالم ده كانت بتبقى لحظات جذابة جدا وكانت بتعجبني جدا ولكن انا مسامح علشان حاجة واحدة بس وهو ان الكوين كان عندها لحظة تمثيلية انا اتصور ان هي الافضل في الحلقة كلها لحظة الاعلان عن ان ابن عمها الاخر الاقل احقية منها في ان هو ياخد العرش تم اعلانه كمالك وهي على وشها اداء تمثيلي من اللي بيثلج صدري اللي بيقول حاجات من غير ما يقول حاجات يعني انت لو واقف معهم تبص على وشها الست مغلطتش انت بتتفرج على المسلسل تبص على وشها الست سبت وهي واقفة بان على وشها الاحباط والشعور بالظلم وكل حاجة احنا عاوزينها لحظة من اجمل ما يمكن عشان كده سمحت في الموضوع بتاع المشهد بتاع الفلاشباك او المشهد التقديمي بتاع الحلقة لذلك انا عجبني او الشخصيتين دول كشخصيتين اساسيين في المسلسل دايمن وقوته وعجبني تفاصيل دايمن لانه عنده كل حاجة لحتة عنده جرأة ولكن امام الملك بياخد خطوة الورا عنده هو احد راكبي لو ينفع يتقال عليهم كده او احد فرسان التنانين والتنين بتاعه على قد ما انا فهم تنين مهم في الاحباط اللي هو التنين الاحمر انا ميزت التنين اللي عندنا بان فيه تنين منهم احمر والتنين التاني دهبي التنين الاحمر اسمه كراكسس لو انا فهم صح والتنين الدهبي اسمه سايراكس التنين الدهبي ده مش تنين ذكر ده تنين انثى بتاع رينيرا والكراكسس التنين الاحمر ده بتاع دايمن ومشاهد التنين من اجمل ما يمكن بان الوقت التنين بقى ليها تضائع وبقى ليها شخصية وبقى ليها احجام وبقى ليها الوان وبقى ليها اجناس وبقى ليها ارتباط ما بين طبعتها ولونها وما بين الشخصية اللي بتقودها او الفارس بتاعها ودي امور هيلة واتصورنا حيتم اللعبة عليها والتطرق ليها والتوسع فيها مع تقدم الاحداث عجبني ان هم طيرين في السماء زي ما يكون الموضوع عادي احنا دلوقتي برضو من الحاجات الحلوة اللي حصلت في الحلقة ديات هو الارساء الجيد للجغرافيا والتاريخ والظروف الاجواء اللي احنا عايشين فيها والاحوال اللي احنا عايشين فيها ده تقديمه بفاعلية وبجودة زمن الحلقة على فكرة مش قصيرة ومع ذلك صفر ملل انا ما كانش عندي بربع جنيه يعني مفيش مشهد مش عايز اشوفه تاني انا اصلا غالبا هشوف الحلقة تانية واركس فيها اكتر واحاول اربط نفسي بالحاجات اللي كانت تحت السطور وما بين السطور اكتر واكتر نرجع تاني الديمن ودي فائدة النوتس يا جماعة من غير النوتس كان زماني دلوقتي مع بيتر كول سول دية خط التاريخ بتاع بوب اودنكيرك وبقيت بتكلم في حاجة تانية خالص فالنوتس بترجعني للنقطة اللي انا طالع منها وده شيء مهم فديمن فارس ومقاتل في التورنمنت اللي تعاملت دية وكلام زي ده إلا حت انه فيه فيه الاجمد منه فيه اللي تفوق عليه عربيد وقليل الادب وعينتيل ومعرفش مين إلا حت هو تحت الضغوط أداءه الجنسي ما كانش يفرق كتير عن أداء ميلنر النهاردة قدام منشستر ينايتد مثلا بس علاقته بالبنت اللي كانت معاه دايت بتؤكد ان دا مش وضعه طبيعي هو كويس بس عنده فكر يعني فديمن شخصية جذابة جدا من انه عنده كل حاجة إلا حتة وانه بيمتهي في الحلقة دايت في نقطة استضعاف قوية جدا قوته بعد ما عكس لفترة طويلة من أحداث الحلقة إنه هو مثال للأخلاق وللصوابية السياسية أنا مش صوابية سياسية سيما بتاعت الحاجات دي للوعي السياسي ومصلحة المملكة طالع عنده أهداف وطالع عنده طموحات وعنده حاجات ممكن تكون خبيثة وأمور زي دي فحبتهم حبتهم بالتنوعات بتاعتهم جدا عجبتني كمان ألسنت البنت اللي بيتم التعامل معاها من قوته على إنها سلاح من أجل تحقيق طموحه وأعتقد إنها هتبقى نقطة صراع لأنها قريبة جدا من رينيرا ولو حقق الطموح والدها ده أعتقد إن هو حيخلق شق أو يمكن لأ معرفش دوت رحنا هنشوفه اللي ما عجبتنيش قوي الحياري نيرا حست إن الصراع بتاعها في الأول أو الرسالة بتاعتها كانت الرسالة بتاعت البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد هم عاوزيني أخلف وأجيب عيال وأنا عاوز أبقى فارسة وأحارب وأخذ مكاني وأمور زي دي حاسس إن ده نمطي شوية ما دايقنيش قوي وأتمنى إن مع تقدم الأحداث يبقى عندها طيف أوسع من كده شوية أو نطاق أوسع من كده شوية ونشوف لها جوانب وشوش كتير وأمور زي دي وأنا أتوقع طبعا يعني أنا زي ما بقول وجود جورج آر آر مارتن ما هواش شيك على بيض بالنسبة لي ولكن ما يخلينيش رقع في خطأ إني أتوقع منه إنه يقدم شخصيات نمطية لا ليها الغن ولا طعم ولا رايح رمزيات موجود كتير إشهارات لحاجات كتير عدين عليها رمزيتي المفضلة هي اللحظة اللي الملك إيده بتتعور فيها على العرش لما بياخد القرار اللي بيخلق الشرخ الأول داخل البيت الواحد والمقدمة بتاعت الحلقة بيينت لنا ووضحت لنا إن البيت دوت مفيش حاجة في الدنيا تقدر عليه إلا إنه يتناحر ويتقتل ما بينه وما بين نفسه حلقة حلوة موفقة أرجع تاني اللي ما بقولش عليها بايلوت مش غنية قوي بالأحداث فيها أحداث فيها أحداث جريئة فيها إخلاص للتقاليد فيها وعود بيتم تقدمها للمشاهد ولكنها يا جماعة يعني مفهوم البايلوت ده هو الحلقة اللي بيعرض المسلسل اشترى بيها المسلسل أنا معتقدش أن المسلسل دوت تشتري من الحلقة دي تشتري من الإرث تشتري من ارتباطه بجيموف ترونز تشتري من أبطاله تشتري من التكلفة الباهظة اللي يبدو نتم استطمارها فيه وتشتري من انتظارك وتوقعك وتفاؤلك بما سيكون ولكن مش بالحلقة دي فقط على عكس جيموف ترونز اللي كان ممكن جدا 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 نشتري بس من الحلقة الأولين ده انطباعي الكامل أعتقد ما ظنش أن فيه حاجة وايعة مني أو حاجة كنت عاوز أتكلم فيها وما تكلمتش فيها وأتصور أن احنا طولنا برضو مش عاوزين الحلقات دي تبقى دايما كده إلا لو قلتولي في الكومنس أن انتوا عاوزين أكتر وإسهاب أكتر وأمور زي دي براحتكم حدوس معاكم ما عنديش أي مشكلة أي تعليقات أي نصائح أي طلبات قلولي عليها في الكومنس ياريت تزقوا معنا في اللايك لو الطريقة عجباكم وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين عشان تكملوا معنا التغطية وتشجعوني أن أنا أستمر فيها ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شغلوا لايك الحلقة لو عجبتكم مشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وي باي باي